أهلا بكم من جديد تتجه أنظار عشاق كرة القدم غدا الجمعة صوب إمارة أبوظبي وتحديد ملعب مدينة زايد الرياضية وذلك لمتابعة النهائية المرتقب بين المنتخبين القطري ونظيره الياباني على لقب نسخة السابعة عشرة من بطولة كأسي آسيا يسعى المنتخب الياباني لتعزيز أرقامه القياسية في بطولة كأسي آسيا وذلك بتحقيق اللقب الخامسي له سيد القارة الأسيوية يملك تاريخا عريقا في البطولة لكنه ظهر بشكل مهزوز في المباريات الأولى في البطولة قبل أن يكشر عن أنيابه في الدور نصف النهائي ويسحق المنتخب الإيراني بثلاثة أهداف دون مقابل تملك اليابان مجموعة من اللاعبين الشباب المطاعمين بالخبرة هذه التشكيلة رغم المصاعب تمكنت من بلوغ نهائي بدوره قدم المنتخب القطري أفضل النتائج في البطولة مصحوبة بأداء مميز لتشكيلة المدرب الإسباني فيليكس سانشيز يتقدمهم هداف البطولة برصيد ثمانية أهداف المعز علي كما يملك العناب أقوى خط دفاع في البطولة حيث لم تتلقى شباكه أي أهداف في المباريات الست التي خاضها في البطولة إذن هو نهائي مرتقب بين فريق طموح يسعى لكتابة تاريخ جديد في دفاتر البطولة الأسيوية وفريق آخر يبحث عن إضافة سطور جديدة لتاريخه الكبير في القارة الصفراء فمن سيتوج باللقب؟ المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا هي محور حديث معضي في فيلستوديو المدرب السوري الكابتن عماد خانكان كابتن عماد أهلا وسهلا بك في استوديوهاتنا في قناة المملكة كابتن قدير كابتن عماد سنتحدث اليوم عن مباراة المنتخب القطري أمام المنتخب الياباني المنتخب القطري يسعى لتحقيق أول بطولة له في كأس آسيا على عكس تماما المنتخب الياباني الذي يسعى لتحقيق اللقب الخامس برأيك هل ستتفوق الخبرة اليابانية على الطموح القطري أولا يسعد مساك أخي فراس أنتوا جميع العاملين في هذا القناة التي تحمل اسم مقالي وعزيز على قلبي جدا أنا باعتقادي يعني أنه وصول الفريقين إلى المباراة النهائية كان لدى بعض المقاد والخبراء والمحللين كان مفاجأة نظرة أن المنتخب الياباني يتبع سياسة الإحلال والتبديل والتحضير لكأس العالم 2022 معظم اللاعبين الذين يشاركوا بكأس العالم الصابق لم يشاركوا باستثناءات اللاعبين الذين لم يكنوا يأخذوا الصفة الأساسية بالفريق بالإضافة إلى اللاعبين الشبان نحن نرى المدرب الياباني يدفع بلاعبين عمرهم عشرين من قلب الدفاع سوء عشرين سنين شاركوا مع المنتخب الأولمبي سوء عشرين سنين دوان عشرين سنين يعني بتقريب أموري تسعة وتسعين فتعرف أنه كان الفريق يحضر لأشياء أخرى قادمة وبالأهم هي تخطيطهم لمباراة كأس العالم أيضا المنتخب القطري معظم اللاعبته أمارهم صغير يعني أنت شفت أكرم عفيفي نعم الهداف المعز عليه أمار واحد وعشرين سنين نعم نعم نحن لك حسن الهيدوس أيضا حسن الهيدوس كمان أمار صغير كمان الفريق القطري يخطط لكأس العالم 2022 لذلك كانت معظم من الخبارات والنققات يتوقع أنه ضعف الخبرة لكل الفريقين لا تسعفهم أن يوصلوا للمباراة النهائية ولكن أنا أقول التخطيط الصحيح والتخطيط السليم والإعداد الجيد لا بد إلا بالنهاية يدل بدلوا هذا الشيء الذي شفناه بكل الفريقين الياباني والقطري كابتن عماد المدرب منتخب قطري الإسباني فليكسي سانشيز هذا المدرب الذي تدرج مع المنتخب القطري من الفئات العمرية وصولا إلى المنتخب الأول هل برأيك الاستقرار الفني والإدارة الذي يحصل الآن في المنتخب القطري هو سبب رئيسي لوصولهم في النهائي؟ هو سبب سبب يعني بس هو ليس سبب رئيسي بس شوف الاستقرار الفني له حيز كبير أضف إلى ذلك الدعم الذي يحظى فيه من قبل الاتحاد القطري المعسكرات المدرب بدأ معهم من الأكاديمية أكاديمية السباير انتقل معهم إلى منتخب الناشئين وانتقل معهم إلى منتخب شباب والأولمبي ويوصل إلى المنتخب الأول وعم نشوف اليوم عم يجني صراحة يجني النتيجة تعب عشر سنوات يجنيها أضف إلى ذلك أتلك الأعوام المادية صراحة وتزديد كل الصعوبات التي يقدمها المنتخب القطري والتخطيط السليم يعني نحن اليوم الاتحاد القطري يكاد يكون مؤسسي تخطط من الصغر وكبر دالين بالإضافة إلى العوام المادية بالإضافة إلى باقي الألعاب يعني ما بس نحكي باقي الألعاب أيضا اليوم قطر متطورة وأنا برجع بقول أنه التخطيط السليم والصحيح لا بدأ يبوصلك لا للطريق السليم نعم بشكل عام المنتخب القطري الأقوى من الناحية الهجومية والدفاعية سجل ستة عشر هدفا ولم تتلقى شباكه أي هدف حتى الآن صراحة أنا المنتخب القطري أول فريق آسيوي فاجأني يعني صراحة فاجأت فيه صلب دفاعيا منظومة الدفاع عنده صلبة جدا فكر عالي مروني بفكر جميع اللاعبين جميع اللاعبين أفكارهم ممزوجة بفكر واحد وأفكار المدرب أنت لاحظ أنه خداء المباريات ومباريات صعبة لعبها وبالأخص بدور ربع دور ستة عشر ودور تمانية ودور الربع نص نهاية ما تعرض من ما ولا هدف نعم أكبر فريق قدر يسجل ستة عشر هدف بالنسبة كبيرة جدا كبيرة جدا خلال ست مباريات ما يعادل طبما ساعدته مباريات كوريا الشمالية وضعف المتخب الكوري الإمارات سجل على الإمارات أربع هدف سجل على السعودية بدون منتخبات عريقة وكبيرة جدا فأنا بقول اليوم يعني صراحة لمنظومة الفريق والنهج اللي بتتبع المدرب مع اللاعبين والحماس والرغبة لدى جميع اللاعبين أحلت المنتخب القطري إلى الآن أن يكون رقم واحد بين فرق آسيا جميع المنتخبان في الدورة النصف النهائي واجهها الفرق التي تعتبر الأصعب في البطولة ولكن تغلبوا عليهم بطريقة سهلة جدا بأسطل سهل شوف بداية المنتخب القطري السابتي إلى النهائي نعم بلش بالفوز على لبنان 2-0 ومن ثم تقل فوز على كوريا 6-0 وبعدين على المنتخب السعودي بربع النهائي أقصى المنتخب العراقي أقصى المنتخب الكوري أقصى المنتخب الإيمان كانت تحدث بشكل مفصل لكن شكل عام نعم المنتخب القطري بلش بشكل سابت وما زال صراحة المنتخب الياباني يعني نحنا كنا نتوقع أنه يوصل لدور 16 أو دور 8 نظر نتزبزب المستوى الذي بدأ فيه مع ترك مانستان ما كان بصعوبة فاز مع المنتخب العماني فاز وكان فيه ضرب الجزاء صحيحة وسليمة وكل النقاد أشاروا إلى مع المنتخب أيضا فاز بصعوبة على منتخب إزباكستان وبالتالي كانت الناس تقول أن المنتخب أو النقاد يقول لك أنه ما بجوز ما يوصل أبعد من ربع النهائي ولكن صراحة بسط سيطرة كاملة مع المنتخب إيران مرشح القوي جدا هذا ما أود سؤالك عنها ما الذي حصل مع المنتخب الياباني أمام المنتخب الإيراني كل الترشحات كانت تصوب في مصلحة المنتخب الإيراني لكن المنتخب الياباني في النصف أو في الثلثة الأخيرة من المباراة ظهر مغايرا تماما لكل التوقعات بدك شباك المنتخب الإيراني بثلاثية كانت مفاجئة لكل من يتابع المباراة شوف لأحكي لك أخي فرس جميع النقاد كانت ترجح كفة المنتخب الإيراني نظرا ما قدموا بكأس العالم ونظرا الأسماء اللي يملك معظم لعبت للمنتخب الإيراني اليوم محترفين بالدوليات الأوروبية نعم أضف إلى ذلك أن المنتخب الإيراني دخل المباراة ناسي شيء مهم أنه اليوم شرق آسيا من أفضل منتخبات العالم بالهجمات المرتدة صحيح سريعين جدا يملكوا سرعة وخارقين بالهجوم المرتد وبالتالي اليوم كان المنتخب الإيراني يبحث بكل ما أوتي من قوة عن التزيج ناسي شيء مهم هو أنه وتحصين الدفاع واستغل المنتخب الياباني على أكمل وجه واستطاع أن يسجل ثلاث أهداف وتفوق تكتيكي واضح لمدربهم بهذه المباراة وبالتالي شفنا المنتخب الياباني بصورة حقيقية المنتخب الياباني هو بشكل أبرد أعوام السادقة يعني تشوف أنه من عام 1998 نعم هو زعيم القارة بأربعة ألقاب ما ما اختبئت شمسه يعني بكأس العالم من 98 2002 2006 2010 2014 2018 هو عم يتواجد بكأس العالم يقدم أداء جيد تخطيط يقبل الكرة الآسيوية تخطيط جيد نعم شوف أنت اليوم وصلت خمس نهائيات بكرة وخمس نهائي أربع نهائيات لكأس آسيا أخي وبالتالي بقول لك اليوم المنتخب الياباني أصبح من الفرق العالمية تصنيفه اليوم يمكن 49 أو 48 عن التصنيف العالمي وبالتالي أنا بقوله أن اليوم المنتخب الياباني متميز عمل كبير جدا في المنتخب الياباني عمل كبير ومتميز عن باقي فرق آسيا صراحة نعم كابتن عمي إذن الآن ننتقل لحديث آخر وهذه المرة كيف كانت طريق المنتخبين صوب المشهد الختابين نتابعه سويا في هذا التقرير مجددا لضيفي في الستوديو المدرب السوري كابتن عماد خلكان كابتن عماد الفريقان شقى طريقهما إلى النهائي بنجاح المنتخب الإيراني أو المتخب الياباني يبدأ فيه بستثناء مباراة إيران لم يقدم الأداء المطلوب منه في البطولة كيف نجح بالوصول إلى الدور النهائي تماما أنت لاحظ أنت بستثناء مباراة إيران كانت بداياته مضطربي فوز صعب على ترك مستان الفريق الذي يشارك لأول مرة ربما في بصعوبة بالغة بشكل أنفس فاز 3-2 انتقل إلى مباراة سلطنة عمان وأيضا فاز بنتيجة 1-0 علمان أنا باعتقاد أن المنتخب سلطنة عمان أدم أجمل مبارياته وتغاضي الحكم عن ضرب الجزاء صريحة وواضحة وكل النقاط وحتى ضرب الجزاء المنتخب لم تكن صحيحة أغلب المتابعين واستطاع أن يتفوق بتحديد مباراة تحديد المركز الأول على أزباكستان أيضا بصعوبة عندما انتقل إلى الدور الثاني ومعظم النقاط كانت تترجح أن المنتخب الياباني ما يكمل حتى في مباراة ومن من منتخب السعودي لم يكن يقنع بصعوبة برغة فاز الفريق الذي لم يلعب بصعوبة برغة ولكن انت شوف يعني بشكل عام عنده مدرب جيد عقلية اللاعب الياباني تتطور من مباراة إلى أخرى بسمعة سابق باقي اللاعبين آسيا انت من مباراة ل مباراة شوف أنه كان لعيب تتطور باللعب المنتخب السعودي صحية السعودية فاز بصعوبة ولكن نحن لم ننكر أن المنتخب السعودي قوي قوي جدا حتى بظهوره بكأس العالم كان جيد أنا باعتقاد المنتخب السعودي من أفضل الفرق المستحوزين على الكرة واللي بيمتعك صراحة ولكن سبحان الله التوفيق من الله سبحانه وتعالى فاز على السعودية بصعوبة انتقل إلى دور السمن النهائي أيضا تلاحظ أنه مباراته حتى مباراته مع فتنام صعوبة أيضا مع فتنام ولكن صراحة نشوفنا فريق مغاير كليا كان فريق متوازن كان فريق أظهر كل تفوقه أظهر سيطرته بس سيطرته كاملة على الملعب وحقق نتيجة مستحقة بتصوري على فريق اليمن وعطانا مؤشر صراحة أن المبارات النهائية فيها صعوبة فيها صعوبة كبيرة على الطرف الآخر المنتخب القطري حتى الآن بدون أي خسارة بنسق هجومي واضح 16 هدفا في 6 مباريات أو مبارات سابعة ربما تحمل أيضا الأهداف لكن حتى الآن المنتخب لم تدخل شباكه أي هدف وهذا شيء نادر يحصل في بطوله فريق يتأهل إلى النهائي بدون أن يتتلقى شباكه أي هدف والله يشوف أنا إن شاء الله أتمنى كل التوفيق للمنتخب القطري في مباراته غدا ولكن صراحة منظومة المنتخب القطري وما حققه المنتخب القطري يدرس للأمانة يدرس يعني شفنا فريق صراحة لك صلب جدا دفاعيا صعب دفاعيا من نهج الدفاع عنده كل متطور جميع اللاعبين بقوموا بأدوار دفاعي انفجر أمام المنتخب الإماراتي تماما جميع اللاعبين بقوموا بأدوارهم الدفاعية على أكمل وجه صعوبة الأختراق أداء جماعي مميز بعيد كل البعد عن الفردية سهولة الوصول لمرمى الخصم الارتداد السريع السرعة بالأداء أضف إلى ذلك كل هذا العمل يتوج بالرغبة والحماس الكبيرين نعم شوف أنت ما دام أمام المنتخب الإماراتي ما في عنده جمهور نهائيا كان ينعب أمام كل جمهور الإماراتي وجمهور الإماراتي وفريق الإمارات كان مدجج ومحضر ومهيئ أن يفوز قدر يتفوق بنتيجة أربعة أهداف بدليل أن التحضير الزهني عند اللاعبين والفترة القضاها المدرب مع اللاعبين أدت بدلوة وأسمنت أنه أعطت فريق متطور صراحة كابتن عمد هل برأيك الاتحادات العربية ستشعر بالغيرة من الاتحاد القطري على هذا المنتخب وعلى طريق التأسيس هذا المنتخب والله لازم يعني نحن بدنا كل المنتخبات العربية تظهر بشكل كثير جيد بشكل كثير متطور ومنرجع من أقول وأنا في الحلقة السابقة ذكرت معك أخي في رأس أنه دائما ما يبنى على السليم لا بد إلا تحصد نتائجه التخطيط اليوم كرة القدم ما يمكن شي إلا بيكون فيه تخطيط شوف اليوم بالاتحاد القطري خبراء فيه ناس خبراء من أوروبا وغير أوروبا وناس عم يشغل بالاتحاد القطري وتخطط شوف أنت اليوم المنتخب اليابان أيضا كذلك اليوم المنتخبين رح يخططوا رحوا يشاركوا بطولة كبة أميرك نعم بطولة قوية جدا على مستوى العالم وهذا تخطيط رائع جدا أيضا من الاتحاد القطر لبطولة كأس العالم تماما وبالتالي اليوم نرجع من أقول أنه التخطيط السليم والصحيح هو اللي بوصل اليوم كرة القدم أن تزدهر بكل البلد كابتن عماد بآخر سؤال لإلك بشكل عام هنا قطر وهنا اليابان برأيك من الأقرب للفوز في هذه البطولة والله نحن كتمني نتمنىها قطرية رغبتنا وأمانينا ودعواتنا حسب متابعتك للبطولة ولكن منطق والصراحة تلك يعني في فروخات كثيرة بالمبارة النهائية التاريخ يفرض نفسه أحيانا فريق مؤتأهل لكأس العالم ست مرارات متتالي آخر بطولة آسيا أربع مرات وهذه الخامسة رح يلعب عليها أول مرة يوصل للمنتخب القطري للنهاية آسيا لم يشارك بكأس العالم ولا مرة أنا بس من هذا المنطلق يعني هون لك بالمبارات النهائية تترجح كفة الجوانب والتاريخ نحن تمنياتنا وكل آماننا وكل دعواتنا تتوجه الله سبحانه وتعالى بأن نوفق المنتخب القطري ونتمنى إن شاء الله بكأن نسعد بتحقيق أول فريق عربي أو ما أول فريق لنبك المنتخب العربي اللي يحقق اللقاء بالأسير نشكر وجودك معنا في الستوديو وأكيد أتمنى توفيق للمنتخب القطري في مبارات الغد إن شاء الله شكرا جزيلا لكم إن شاء الله شكرا جزيلا لكم